القبائل اليمنية ترفض القاعدة وتطردها من مناطقها حيثما استطاعت هذا ما أكده لأخبار الآن الشيخ اللواء عبدالواحد هزام أدعام قائد مقاومة المناطق الوسطى في محافظة إب واصفا هذا التنظيم بالإرهابي ومؤكدا أن التجليد في صفوفه سري يقوم به منتفعون يتقادون حوالي سبعة ألاف دولار عن كل عنصر جديد على أن لا يتعد عمره خمسة وعشرين عاما عرفوا وضردوا هذا الذي كان من القاعدة في بعض المناطق ما تسلطوا ولا أزاحهم من بلادهم وبعضهم سيدروا القاعدة مثل بعض في حضر موت في شبهة في أبيان لكن في الشمال الشمال لم توجد قاعدة يعني ولا في المناطق الوسطى شيء بسيط كانوا يأخذوا من الشباب ويصرفوا لهم فلوس ويودهم على أبيان ولا على حضر موت القاعدة لم تظهر مع الحوتي لكن بعضهم كانوا يقولوا من قاتل الحوتي ولم يقاتلوا الحوتي بصحيح يعني عندهم فكرة أنهم يقاتلوا الجيش لأن الجيش بيقاتل أنه يولي الحاكم العالقاعدة كذلك أخذوا الفكر من هذا أنه يجند الشخص إلى 25 ومن 25 عاماً ما عاد يجندش لأنهم يعبوا التعبية كاملة وبعدين عندما يودوا يلقم أو يودوا يفجر يعني ماهوش عارف أنه سيفجر نفسه هو بيقولوا له احمل هذا معك الحزام ووقف في المكان الفلاني وعندهم بيفجروا بالرموت هذا كل قبيلة بتضرط القاعدة من بلادهم لأنه بينتج من داخل البلاد لأنهم بصرفوا لهم مبالغ من الماء كنت أنا أستغرب أنهم يدونهم للواحد خمسة ألف دولار والشخص الذي يودي الطفل هذا والشاب لعند القاعدة يصرفون له سبعة ألف دولار تقريباً القاعدة تنظيم إرهابي هذا المدد يوصلهم بالتخفي من لأن اليمن شواطئها كبيرة على البحر 2500 كم يعني من ميدي من حرط إلى عمان هذا شاطي واحد على البحر الأحمر وأيضاً خليج عدن والبحر العربي في بيتاتي السفن وينزلهم في بعض الشواطئ القبائل اليمني نابذنهم ينبذوهم البعض القبل يضرطوهم من بلادهم ويقول لا لا ما كان لك هنا عندنا أبداً التجريد يأخذهم والناس بالسر يجذبوهم ويعبوهم في الجوامع بعضهم وأخذوهم إلى مقراتهم في أبيان أو في شبوة كانت أو في حضر موت ينصرنا الله على الحوتي وعلى القاعدة وعلى أعداء الشعب اليمني ترجمة نانسي قنقر